الفيبينج هي عبارة عن خلنا نقول حركة ذكية من شركات التدخين دائما نحن منحارب شركات التدخين ومنقولون أنه أنه التنباك بيسبب الكانسر في عنا الكاربون المونوكسايد أو الكاربون الأحادي في عنا مواد مصرطنة فأجت شركات التبغ وقالت أوكي أنا حجشي التنباك من المنتج تبعي ححط مادة النيكوتين واللي هي بتسبب إدمان على الفيبينج يعني بتلاحظ أنه الفيبر أو الشخص اللي اليوم بيستعمل الفيبينج صار خلنا نقول يشفط أكتر بكتير من وقت التدخين لأنه صار الإدمان أعلى أسهل صارت صارت أسهل ومتوفرة بكل مكان وصار فيه جدال عليها بالطائرات حتى أنه هل يا ترى فيني دخن ولا لا أنت بتمنع التدخين لكن الفيبينج ما له تدخين يعني صار فيه شيء بس شو أذرارها دكتور الإدمان بالدرجة الأولى عليها ومادة النيكوتين هي مسؤولة عن كل أمراض القلب بالكامل يعني اليوم نحن لاحظنا أنه فيه ازدياد بالتجلطات فيه ازدياد بأمراض القلب عند الزخار بالعمر الفئة الأصغر عمرياً ازدادت هذه النقطة صح أنه فعلاً منطقياً ممكن ما تسبب الأورام السرطانية لكن الأمراض القلبية أكيدة جداً أكيدة تماماً